إذن خلينا بهذا الفيديو نتعرف على الإزارة الرئيسية للصفحة حتى أنه من نبدأ نشتغل على الورد بريس نعرف أنه إحنا نتعامل ويا أي كائن أو ويا أي جزء راح نستخدم برنامج البوستراب حتى نبين هذه الأمور ببساطة طبعا مثل ما تشوف هذا تيمبليت مصامة باستخدام بوستراب وهو بسيط نوعا ما لكن يوفرنا كل نزال اللي نحتاجها طبعا أول جزء جزء العلوي من أي صفحة صفحة مع الأنترنت تشوفها الآن أمامك أي صفحة تدخل عليها على الأنترنت أنه تتكون لنا ما يسمى عندنا بالناب بار أوكي شريط القوائم طبعا هذه تسمية شريط القوائم هي موجودة نفسيةها في الورد بريس يعني أول شيء أقوم بتخصيص شريط القوائم ببساطة أستطيع أن أقوم بتخصيص شريط القوائم قد يحتوي شريط القوائم على أسماء الصفحات يعني هذه تحتبر عندما أسماء الصفحات أو يمكن أن يحتوي لي على أكثر من الصفحة يعني هنا عندك sub من عندها تبدأ تنبث وفيها أسماء الصفحات أو فيها ليبلات معينة لينك تودي إلى URL معين وهكذا هذا عندنا اللوغا راح تشوف أيضا تصميمه ضمن الورد بريس بسيط جدا يمكن نضيفه نعدل علي بشيء اللي إحنا نريده طبعا هذا البرانت ثم بعد ذلك راح تجيك هنا حسب الثيم وتصميم الثيم مالتك يمكن أنه تقوم بإضافة مثلا سلايد يقوم بيعني سلايد بار أوكي نعطي فد ريسورس معينة ورح نشوف ما هي أفضل الثيمات اللي يمكن أنه نستفاد من عندها في التصميم المباشر يعني أكلنا ما هنا ونصمم إحنا بشكل مباشر ما كده أنه نكتب كود إلى هذه الأمور ثم على ذلك راح تجيك محتوى الصفحة الآن محتوى الصفحة يكون مختلف يعني يعني مثلا الصفحة الرئيسية يمكن تكون مختلفة فقط لعرض هوية الصفحة بالدرجة الأساس ولما تقوم بعرض المحتوى أيضا بشكل مختلف يعني لما على سبيل المثال أنه إحنا هنا نعرض المقالات أوكي نفترض أنه هذه عبارة عن مقالات راح يتوين عنوان المقالة ووصف بسيط عن المقالة ثم على ذلك لما أضغط على المقالة راح يبدأ يفتح لي المقالة بشكل كامل إذن أنا إيش أحتاج؟ أحتاج أنه أقوم بإنشاء المقالات مبدئين فهذا الجزء هو أصلا موجود في الوردو بريس أنه عندك جزء خاص في إشاء المقالات راح تقوم بإنشاء المقالات أوكي ثم على ذلك تجي على الصفحة الرئيسية وتعمل تضمين للمقالات بطريقة ما راح نشوفها ضمن الصفحة الرئيسية فرح يبدي يضمن لك المقالات ضمن الصفحة اللي أنت تريدها ولما تضغط على المقالة راح يبدأ يفتحها هو في صفحة جديدة أيضا هلالك معلومات ثانية يمكن أنه إحنا نضيفها ضمن الصفحة قد تكون صور قد تكون فيديوهات يعني بشكل مختلف إحنا ما نتكلم عن مقالة قد تكون نصوص قد تكون صور هذا فقط لعملية التصميم مبدئيا أيضا تحتاج أنه في نهاية الصفحة عندنا الفوتر هذا الفوتر جدا مهم يحتوينا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يحتوينا على الكوبيرايتس ما للصفحة أيضا يحتوينا مثلا على التصنيفات يحتوي على أمور مهمة يمكن أنه تضحها في الفوتر وأيضا راح تشوف أنه كل صفحة تحتوينا على إيش؟ تحتوينا على ودجات الودج هو ببساطة يمكن أنه أن تضيفه هنا يعني مثلا تشوف في كثير من الصفحات أنه تتكون عندك من قسمين قسم يمين وقسم يسار القسم اليمين هو يعرض لك المحتوى والقسم اليسار قد يحتوي لك على ودجاتك يحتوي على الأصناف أو أحدث المقالات مثلا يحتوي على التعليقات أحدث التعليقات يحتوي على الإعلانات يضعون في إعلانات AdSense أو إعلانات أخرى وهكذا يكون عندك بهذا الاتجاه تماما راح نشوفه أيضا إحنا ببساطة يمكن أن نقوم بإضافة الودجات على كل جزئيات الصفحة نحن نضيفها بشكل عام وهذا الشيء راح يبدأ يتكرر على كل المقالات اللي إحنا نقوم بإنشاها أيضا ببساطة نقدر أنه نربط الموقع مالتنا ونقوم بعرض الإعلانات مبدئيا بعد ما توافق عليه طبعا AdSense إذن هذه أمور جدا مهمة الإجازة الرئيسية الخاصة فيها الصفحة اللي إحنا راح نقوم بإنشاء مبدئيا راح نقوم بإنشاء شريط القوام نحتاج إلى أنه ندرس شريط القوام وكيف راح نقوم بإنشاء أيضا نحتاج أن نقوم بإنشاء المقالات ونتعلم كيف إحنا نبدأ نعرض هذه المقالات أوكي وكيف نصمم المقالة كيف نصمم الصفحة إذن راح نتعرض إلى أمور أخرى كالأعضاء كيف نقوم بإضافة الأعضاء ضمن الورد بريس وتخصيصها يعني تقوم بتخصيص شخص فقط واحد يقوم بإضافة المقالات ما يستطيعون يعدل على الصفحة مبدئيا يعني نضافة أكثر من الرول ضمن الصفحة